تأثرت عملية التربية والتعليم في مدن شمال وشرق سوريا بالأزمة السورية التي تقترب من عامها العاشر لذلك تم إنشاء جامعة روجافا عام 2016 لتكون حاضنة للشباب بعد المرحلة الثانوية خاصة مع صعوبة التنقل والتكلفة المادية المرهقة لذوي الطلبة بين المناطق السورية الجامعة تضم عددا من الكليات تشمل أقساما في مدن القامشلي الحسكة والرميلان تمتد فيها الدراسة من عامين لخمسة عوام كما إن إدارتها بصدد إنشاء أقسام جديدة لرفض هيئات الإدارة الذاتية ومؤسساتها بجيل مختص نحن كإدارة الجامعة نناقش خططا لإضافة أقسام وكليات جديدة اعتبارا من العام الدراسي المقبل وحاليا نحن بصدد دراسة إنشاء معهد للأعلام تحت إشراف كادر من الخبرات المحلية والخارجية إنشاء توأمة بين جامعة روجافا وبين جامعات أخرى هدف تسعى إليه الإدارة لذلك فهي توجه الدعوة بين حين وآخر لوفود من جامعات عالمية لزيارتها والتعرف عليها لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل في التعليم أسلوب التدريس في الجامعة مختلف عما كان متعارف عليه سابقا فالعلاقة بين المدرس والطالب علاقة أساسها الاحترام المتبادل ومناقشة الأفكار وطرح الآراء الطالب عندما تكون علاقته قوية بأستاذه يستمتع بشرح الأستاذ في المحاضرة ونحن نعمل على أن تكون علاقتنا معهم مبنية على الاحترام والتفاهم يدرس في الجامعة قرابة 1500 طالبة وطالب منهم من التحق بها بعد توقف الدراسة في جامعة عفرين بسبب الاحتلال التركي لمدينة عام 2018 يعني على لسان طلبة عفرين فيني أحكي أنه بظل هالظروف الصعبة والحرب والتهديدات للجامعة مكتبة تضم ألاف الكتب كما توجد بداخلها العديد من المراجع بلغات الكردية والإنجليزية والفرنسية والعربية والتركية لتكون خير معين للطالب في دراسته بالإضافة إلى الدراسة المجانية في كافة كلياتها ومعاهدها وفرت الجامعة للطلبة عدة خدمات أهمها السكن والمواصلات بشكل مجاني أنا من الحسكة بس مقيمة بالسكن كمان هنا وفروا لنا سكن طبعا السكن مجاني كمان هو فيه كمان مواصلات تأخذنا من السكن جيبنا للجامعة ومن الجامعة كمان تأخذنا للسكن كل شيء موفر بالسكن سكن كتير كويس من أكل من تدفئة من كهرباء يعني كل شيء منح يعني يعني هون كمان عم ندرس في وقت للدراسة يعني غرف خاصة للدراسة ومن أجل مواقبة التطور فإن إدارة الجامعة تلزم جميع منتسبها من الطلاب خوض دورات محادثة في اللغة الإنجليزية جامعة روجافا الصرح التعليمي الأبرز في مدن شمال وشرق سوريا صرح يريد القائمون عليه أن يكون منارة يستدل بنورها طلاب العلم طريقة المعرفة من القامشلي فخر محمد أليم